اشتركوا في القناة وعشاق برنامج العالم الرياضي تعودنا أن نلتقي خلال نهاية كل أسبوع من أجل التعرف على حصيلة الملاعب الوطنية خلال نهاية الأسبوع البداية سوف تكون هذه المرة بعصبة أبطال أفريقيا ومشاركة الأنديا المغربية خصوصا في مختلف المصابقات الأفريقية يرافقوني خلال هذا العدد محلق قناة الأولى سعد رزاق شليح مساء الخير أهلا وسهلا تحية لمشاهدين الكرام ومساعد بلقاء المرة الثانية شكرا سيد شليح كما قلت في البداية عصبة أبطال أفريقيا تخطف الأنظار أيضا حتى مباراة كأسلكم فدر الأفريقية لكرة القدم أربعة أنديا تشارك في المصابقتين معا كيف يمكن يعني الاستخلاص العبار من هذه الجولة الثانية من مختلف المصابقات الأفريقية بالنسبة للمشاركة المغربية بشكل عام أولا أن الفرق المغربية الحمد لله بكتافة في هذه المنافسة كتعطي التوهج الحاصل لكرة القدم الوطنية على الصعيد الأفريقي وكتخلينا مشدودين لهذه الفرق لأننا نحبها كلها ونريد أن تمثل المغرب في هذه المنافسة تمثيلا مشرفا نعم البداية سوف تكون كما قلت بمصابقة عصبة أبطال أفريقيا لكرة القدم الجولة الثانية عن دور المجموعات فريق الوداد تعادل أمام فريق ماملو ديساندانز الجنوب الأفريقي بدون أهداف استشلاح الوداد عودنا على المباريات كبيرة خصوصا في دور المجموعات عشاق فريق الوداد اعتبروا أن نقطة داخل الميدان هي إيجابية بالنظر للمستوى الذي قدمه فريق الوداد لم يكن بالمستوى مطلوب خلال هذه المباراة أنا بالنسبة لي هو تعادل بطعم الهزيمة لماذا؟ لأن عودنا فريق الوداد على النتائج الجيدة لكن في هذه المباراة بالذات كانت تحت عنوان الفوضى في وسط الميدان الاختلالات على مستوى قيادة المباراة كذلك على مستوى الأداء الفردي والجماعي للفريق ملاحظة كما استخلصتها سعبد رزاق شليح ماذا تعني خلل على مستوى قيادة المباراة هل يمكن قول بأن زوران لم يقرأ المباراة جيدا على مستوى التشكيل التي دخل بها حتى على مستوى التغييرات هل يمكن أن نحمل المسؤولين لزوران خلال هذه المباراة والمباراة السابقة خاصة في اللقاءات الأخيرة للودادة نعم على التوالي يعني تعادلان عقم هجومي يعني واحد واحد مع الاتحاد العاصمة كان بإمكان أن نفوز كان بإمكان أن نسجل أكثر كذلك عقم هجومي في الدار البيضاء بالرغم من وصول لشباك الخصم يعني بالنسبة لي شخصيا أرى أن فيتا ماملودي سانداونس كان في المتناول لو فريق الوداد استغل إمكانيات لاعبية استغلال جيد ولو كان للمدرب قراءة جيدة للخصم نعم فهنا كان هناك يعني فوضى في وسط الميدان باعتبار أن من يسحم المسؤولين هذه الفوضى اختيارات المدرب طبيعة الحال لكن لأن كل لاعب يجب أن يقوم بدور المفروض أن يكون هناك يعني بالنسبة للكرتي وجبران نسبة مئوية للدفاع ونسبة مئوية للهجوم يعني الربط بين وسط الميدان والمواجمين الاقتراب أكثر للخصم ما شفنا الكرتي شفنا في أسوأ الحالة ديالو بالرغم أنه يعني يلعب منذ مدة كذلك بالنسبة للحسوني كان بإمكانه أن يكون ورقة رابحة أو يدخله كمفاجأة للخصم شفنا الحسوني أعطى الكثير لكن يعني وكأننا كان المبارك كانت صعبة عليه لأنه لم يكن هناك مساندة من الكرتي الكرتي قام بأدوار دفاعية هدايا جرون الحديث سيشليح على اختيارات زوران خلال الخصم المباريات الأخيرة رمض ما يختيارات غير مفهومة حتى أن جمهور الوداد يتساءل عن يعني الإضافة التي يقدمها زوران خصم قراءة داخل المباراة حتى التغييرات التي يقدم عليها لا تعطي في غالب الأحيان أكلها في المباراة لا تغير من شيء وبالتالي هنا علامة استفهم هل زوران الآن فقد البوصل لدخل فريق الوداد أم أن تشكيلات الوداد الآن أصبحت غير مساعدة يلزمهم يعني انتدابات أكثر خصوصا في مجموعة من المواضيع التي تعرف خللا ما في تشكيلات الوداد نعم إذا شفت تشكيلات الوداد فيها تشكيلات متكاملة يعني برغم من غيابات كثيرة لكن يبقى الفريق مكون من ترسانة بشرية في المستوى الكبير كلهم لعبون دوليون وكلهم يقدرون على التفوق على أي فريق إفريقي لكن نرى بأن مثلا بالنسبة للتغييرات المدرب أمس أقدم على تغييرات غير مفهومة في وسط الميدان كذلك أخرج الحداد وأدخل لعب وسط الميدان عمره ما لعب في ذلك المنطقة بالإضافة إلى هذا ليس هناك يعني ميكانيزمات مثلا فيما يخص دخول النصير لأول مرة في تعامله مع ربيع بديع أوك أو يعني قدرة العملود على مساندة الحداد في الرواق الأيسر تسديد من بعيد ما شفناش ما شفناش لكن شفنا فريق تائه وفريق يلعب يعني فرديا نستمع أو نتابع الآن ماذا قال المدربان عقبة هذه المباراة لم أكن أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لكنني اليوم أنا مجبر على الحديث عن الحكم الذي لم يكن في مستوى المباراة وأعتقد أن الفرصة الوحيدة التي أتيحت لساندونز كانت من خطأ دفاعي خلال الخمسة عشر أو العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة كان الفريق الوداد البيضاوي يضغط بقوة لكننا تمكننا من الصمود وعدنا بنقطة التعادل تحليفك سعد رضاق شليح غريب يعني هذا التصريح لزوران الحكم ربما كان منصفا في المباراة نعم يعني لم يقدم أخطاء أو لم يرتكب أخطاء بالتالي هل هو يعني جدار يختبئ من خلال زوران حول فشل في إدارة المباراة نعم بالتأكيد أنا في نظري دائما نقول في كرة القدم أن خمسة ورعين دقيقة الأولى هي لللاعبين وخمسة ورعين التانية للمدربين لا أعتقد أن زوران قرأ المباراة قرأ الخصم قرأ إمكانيات الخصم وقرأ كذلك أخطاء لاعبي ليصحه على مستوى البناء الهجومي يعني الكلام عن الحكم يعني شيء غير وارد في هذه المباراة لأن الحكم كان جيدا ولكن الفريق الوداد والذي كان ضائعا في المباراة إلى مباراة أخرى على أين فريق الوداد يعني حتى في الدورة التي فاز فيها بالكأس توجب اللقاب كان في دور المجموعات يعاني لكنه عاد بقوة كان على ذلك مع الإطار المغربي حسين عموة نظم أن يعود الوداد وهو قادر على ذلك نبقى دائما مع عصبتي أبطالي فريق هذه المرة مباراة الرجاء أمام فيتا كلوب الكونغولي والرجاء صحح ما صاره بعد هزيمتين داخل الميدان أمام الترجي بهدفين للا شيء عاد ليجلب ثلاث نقاط مهمة من فيتا كلوب ربما كانت من أهم الأشياء في مصار الرجاء داخل هذه المجموع وأن يجلب ثلاث نقاط من ميدان فيتا كلوب للإشارة فيتا كلوب لم ينهزم في ميدانه منذ سنتين ونسب أول فريق مغربي ينتصر عليه وبالتالي هذه دفعة معنوية لفريق الرجاء من أجل يعني يرسم سكة صحيحة داخل هذه المجموعة صحيح هو شيء جيد أولا تحدثنا فيما سبق عن أن رومونتادا الوداد التي حققتها الرجاء كانت ربما شيء يعني أخفى عيب الدفاع لكن اليوم ممكن أن نقول كذلك هل هذه الصفعة الترجي يعني أدت إلى استفاقة للرجاء وهذا شيء مؤكد في فريق الرجاء شفنا بأن الرجاء لعبها بقوة لعبها بروح من أبرز النقاط التي صحها الرجاء خلال هذه المباراة هو خط الدفاع كما قلت لم يرتكب أخطاء كان في المستوى المطلوب تنائية شاكر وسند الورفلي أدت المهمة وبالتالي الرجاء الذي استقبل في مبارتين سسس أهداف كان من الضروري أن يوقف هذا النزيف وبالتالي النجاح المهم بدأت من الدفاع أولا نعم هو شيئا يعني في هذا المباراة بالنسبة لي وأولا فيتا كلوب لعبها بالبناء الهجومي معتبران بأن فريق الرجاء سيدغط بلوك ميديون لكن فريق الرجاء رجع للوراء وكان يلعب بثلاث مهاجمين قادرين على تسجيل في أي لحظة مهم جدا كذلك حتى بالنسبة لفريق الرجاء أن اللاعبين الورثي وانجومة في وسط الميدان قام بمباراة تكتيكيا يعني عجيبة جدا وأتمنى أن يحافظ المدرب السلامي على هذين اللاعبين بالذات لأنهم يعتبران أعمدة الخيمة الرجاوية بالإضافة لهذا حداد ورحيمي وبن حليب كان يكونون تولاتي جيد جدا وبن حليب الوحد كان يمكنه يقتل مباراة في واحدة من اللحظات كان يمكن أن يمرر كرة كان تقتل مباراة في اللحظات الأخيرة لكن دفاعيا صحيح أنه لم يترك أي مجال لفريق فيتا كلوب شاكير وأورفالي كان يعني بالمرصد لكل الكرات العالية والكرات الأرضية بالإضافة إلى تغطية الدويك وانجا على الجوانب فبالنسبة لي المدرب أصلح تقريبا كل العيوب في جملة واحد هل كافي ما قام به الرجا الآن أم أنه يتطلب الأمر إيجاد عناصر أخرى بديلة في مناطق معينة من تركيبة فريق الرجا خصوص على مستوى التهديف نعم أنا في نظريب أول شي بناء الهجوم يعني ميكانيسمات الهجوم لكن يبقى العمل على مستوى بناء الدفاع لكن على مستوى الهجوم يبقى عمل كبير يجب أن يقوم به المدرب للإشارة فريق تراجي دائما عن هالنفس المجموعة تراجي تفوق على تحاد العاصمة بهدف ليلا شيء وبالتالي يتصدر المجموعة بست نقاط اتحاد العاصمة والرجاء في الصفة الثانية بثلاث نقاط وفي تاكلوف في الصفة الأخير بنقطة واحدة نبقى دائما مع مصابقات الكؤوس الأفريقية هذه المرة مع فريق نهضة بركان الذي عاد بتعدل ثمين من زاناكو بهدف لميتله أعطاه صدارة المجموعة الثالثة نهضة بركان في الصفة الأول بأربع نقاط بركان كما قلنا في أعداد سابقة سيشليح أصبح متمرسا رغم أنه أضاع الفوز خلال هذه المباراة وبالتالي حسب الأمور بشكل مبكر لكن ست نقاط أهم من أربع نقاط في هذه المشموعة نعم هو أولا فريق نهضة بركان يعني هو كفريق نموذجي في المغرب يحتل الصدارة على مستوى الدوري يعني له ترسالة بشرية ممتازة جدا وقادر على في هذه المباراة مثلا أنه زاناكو كان في المتناول لكن أخطاء الدفاعية قاتلة اليوم كانت على مستوى التغطية وعلى مستوى التموضع أنا ديما عندنا هذه المشكلة ديال التموضع والتغطية على مستوى ويجب أن نشتغل عليها كثيرا لأنها ميكانيزمات سهلة جدا ويجب على المدربين الاشتغال عليها يعني قادر على تصدر هذه المجموعة بشأن حسن أقدير في مجموعته الرابعة سيوفي واجه بعد قليل فريق بارادو الجزائري حسن أقدير يسعى لي ضم ثلاث نقاط أخرى تعطي صدارة المجموعة بست نقاط ربما حسن أقدير ونهطة بركانة الأقرب لتأهول عن المجموعتين معنا الثالثة والرابعة نتمنى لحسن أقدير حد وافر لأنه كيفما كان الحال يلعب مع فريق جديد ليس له خبرة وتجربة في الكرة القدم الإفريقية في المنافسة الإفريقية أخر مباراة بارادو يعني تعادل مع سان بيدرو بـ 0-0 وحارس بارادو يعني تصدى لضرب الجزاء وكان المفروض أنه يخسر المباراة لكن مشكلة في هذا الفريق أنه يتوفر على لاعبين جدد يلاعبين مكونين أكاديمياً وممكن أن يخلقوا المفاجأة لأنهم لعبون مغمورون لعبون غير معروفين نحن نتحول لمسابقة أخرى هذه المرة على مساوى كأس العرب كأس محمد السادس نصر الله لأبطال العرب حيث وضعت القرعة القرعة الدور الربع الرجاء سوف يواجه الفائز من لقاء مولدية الجزائر والقوة الجوية العراقية وأولى بيكاسافي سوف يواجه فريق الاتحاد السعودي تقرير عن هذه القرعة مع خليد الرقض أصفرت قرعة دورية الربع ونصف النهاية لبطولة كاس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عن مواجهات متكافئة بين مختلف الأندية المتأهلة لهذا الدور حيث وضعت القرعة ممثلة كرة القادمة الوطنية في هذه البطولة فريقاء الرجاء الرياضي البيضاوي وأنبي كسفي بعيدا عن المواجهة بينهما حتى المباراة النهائية وسيكون فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي حققت أهنى تاريخين على حساب الوداد في قمة دورة تومون سيكون في مواجهة الفائز في المباراة التي ستجمع مليدة الجزائر والقوة العراقي في السادس عشر من هذا الشهر فيما سيكون الممثل الثاني لكرة القادمة الوطنية في هذه الكأس فريق أونب كسفي في مواجهة قوية أمام مضيفه فريق الاتحاد السعودي فريق أونب كسفي والذي أقصى في دورة منادي الترجل الرياضي تونسي بلا شك اكتسب تقة كبيرة لمقارعة الأندية القوية والسير بعيدا في هذه البطولة بالنسبة لباقي مباراة دورة الربع نجد مواجهة فريق الشباب السعودي لنادي الشرطة العراقي وأخيرا نادي الاتحاد السكندري ضد الإسماعيل المصري في مواجهة مصرية خالصة أما بالنسبة لدور نصف النهاية فالفائز في مباراة نادي الشباب السعودي ضد نادي الشرطة العراقي يواجه الفائز في لقاء الاتحاد السعودي ضد أونب كسفي والمنتصر في مباراة الرجاء الرياضي البضاوي ضد الفائز في مباراة موليدية الجزائر والقوى العراقي يواجه الفائز في مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيل المصري تلقى الإشارة في الأخير إلى أن مباراة الأدوار نهائية لهذه المسابقة ستجرى لأول مرة بالاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد إذن قرعة ربع النهائي صحيبات نتحدث الآن عن حضوض الفريقين والناديين المغربيين الأولمبيك أسفي والرجاء كل المتسبقين أكدوا أن الرجاء قادر على مواصلة المشوار لكن كرس القدم لا تعترف بالأشياء المحسوبة والمضمونة صحيح وأولا في هذه القرعة شيء جيد أن فريقي الرجاء وأسفي لا يلتقيان إلا في النهائي شيء جيد الثاني هو أن فريقان الممثلان لمصر سيلعبان فيما بعض يوم لكن أتمنى أن تفوز مولودية الجزائر على العراق حتى يكون في مقدور الرجاء اللعب فقط في الجزائر وليس التنقل للعراق نعم أسفي قادر على تحجده تحجده الآن يحتل الصف الثامن في الدوري فريق يعاني مشاكل الآن وليس له تلك الهيبة التي كانت عنده الاتحاد جدا لكن أسفي بالرغم من هزيمته اليوم هذه الكتابة أسفرة انهزبت اليوم في مباراة هذه من الجولة التاسعة يعني يطرح أكثر من العلم لا وإذا شفنا فريق لعب بدون كوفي بدون سبار وبدون ماجد وبدون كلاوديو والمعاوي وخالص والبودلي يعني سبع لعبين في غياب أطروا على مردودية الفريق اليوم مدام فتحنا ملف دوري المحترفة الكرسي قدم لعبات بعد المباراة الجولة التاسعة بالأمس واليوم أيضا نتوجه مباشرة الآن للمباراة التي تدور في هذه الأثناء بين اتحاد طنجة ورجاء بني ملال المباراة كما قلنا في الأوف سيشلي احنا مباراة أسفل الترتيب لرجاء بني ملال يبحث عن أول فوز لحد الآن بدون فوز واتحاد طنجة يبحث أيضا عن ذاتي في الصفمة قبل الأخير بأربعة عشر نقطة من فوز واحد فقط ثلاثة عدلات وثلاثة هزائي أدني منطقيا مباراة تلعب في طنجة مباراة كذلك تلعب بالنسبة لي بني ملال يعني ما فاز شوالا مرة في الدوري تنظر بأن طنجة لها كامل إمكانيات والقدرات لهزم فريق بني ملال الذي يعاني من مشاكل مثلا مرتبطة بتغيير المدرب مرتبطة بركالتة جواغ مكينش والمشاكل المادية تنظر أنها فرصة لتنجة لاستعادة ثقة لاستعادة مركزها في ترتيب محترم المباراة وصلت لدقيقتها تسعة وثلاثة لحد الآن في جولتها الأولى دائما تعادل السفر لمثل بين الفريقين سوف نعود لأطوار هذه المباراة دائما ضمن برنامجكم العالم الرياضي ونتحول اللحظة لمباراة أخرى حيث كسر سريع وادي زم ثاني فوز له خلال بطولة هذا الموسم على حساب القرش المسفيوي الدقيقة الثامنة والثلاثون إبراهيم البحري سيفتتح حصة التهديف لفريقه سريع وادي زم الذي كان سريعا خلال هذه المواجهة وقبيل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط محمد واتر اللاعب البركينابي في صفوف فريق أولمبي كسفي سيعادل نتيجة المباراة ومعها ينتهي المشهد الأول بهدف لكل فريق لكن في الشوطي الثاني سيعود اللاعب المتعلق والمخضرم إبراهيم البحري ليضيف الهدف الثاني لفريقه سريع وادي زم وفي آخر أنفاس المباراة رشيد أبو الزهر سيقتل اللقاء بهدف ثالث لأصحاب الأرض والجمهور وبهذا الفوز المستحقي للفريق المضيف رفع سريع وادي زم رصده من النقاط إلى سبع من ثمان مباريات بفوزين وتعادل وخمس هزائم فيما فريق أولمبي كسفي متمركز في الصف التاسع من ثمان لقاءات بفوز وحيد وخمس تعادلات وهزيمتين يتعلق الأمر بإبراهيم البحراوي وليس إبراهيم البحري كما سقط صهونا عن زميلنا محمد بن تركاو أخبرني بذلك وضرورات التصحيح لذلك الضرورات السدعي ذلك سريع وادي زم من اللزام عليه أن يوقف نزيف النقاط ثلاث مباراة هزمة فيها أكد عودته لسكرة الانتصارات أو انتصار مهم بثلاثة واحد أولمبي كسفي المنتشي عربيا نعم كما قلنا بأسفي لعب نصف فريقي هناك غيابات كثيرة أثرت على مردودية لعبي لكن في نظري أن الشباك اليسرى ربما شباك نحس على الحارسين لأن هناك خطأين من الحارس عقيد والحارس أحمد بساك كما شفنا بأن الكرة تمر من بين أرجل بساك وعقيد لم يمسك الكرة فيه لكن هدف أبو زهر يعني من بعيد شيء جيد بالإضافة إلى هدف البحراوي البحراوي لاعب كان سابقا في أسفي سجل هدفين على فريقه اليوم ولم يسجل منذ وصوله إلى كانت ربما حسابات مع أولمبي كسفي ربما لم يقصنع به الآن حول لكن نتمنىها مسيرة جيدة غيابات أولمبي كسفي كانت مؤثرة كما قلت نعم صحيح أنا كانت مؤثرة لأنه كانت حتى بالنسبة للمدافعين عطوشي ورحباوي كان مكان كلاوديو خاليس كلاوديو خاليس يعتبران هو القاعدة الأساسية للدفاع في أولمبي كسفي إذا قلنا بأن فريق أولمبي كسفي أو فريق رجاء بن ملاي يبحث عن أول فوزي له فهذه الدورة حملت أول هزيمة لفريق المغرب التطواني هذا الموسم حينما وجه فريق الفتح الرياضي بهدف واحد بلا شيء المغرب التطواني استشلح يمنى بأول هزيمة هل يمكن القول بأن مغرب التطواني دخل المباريات الصعبة والحاسمة في انتظار دخول الكبار الدوري لأجواء المنافسة الاعتبار بأن مجموعة من الأندية لم تتعرف على أجواء المنافسة بشكل كبير لارتباطاتها بالمنافسات القارية تطوان أول هزيمة هل يمكن القول بأنها هزيمة تدق لن نقول نقوص الخطر أم أن تطوان الآن ستواجه الأندية بطريقة أصعب الكل يحضر الآن للمغرب التطواني نعم ربما لأن تطوان استفادت من الانطلاق الجيدة الآن الفرق تسترجع قواها الآن سيصعب على تطوان الاستمرار لأننا دائما نقول من السهل أن تكون في استدارة ومن السعب أن تحافظ عليها هذا من جامجة أخرى تطوان لقي أمامه فريق منظم فريق منضبط بالرغم من أن فريق الفتح لعب بلاعبين يعني ثلاث لعبين أساسيين لهم السعيد يسكومة وبدأ موسي في الاحتياط لكن كل اللاعبين اللي كانوا في مكانهم لعبوا مباراة جيدة قتالية كبيرة ويعني أظن أن الفتح انتزع الثلاث نقاط سوف نوصل إلى الحديث والتعليق على المباريات سنتابع النتائج الكاملة لمباراة الجولة التاسعة من دور المحترفين لكرة القدم أبرز النتائج تشليح شو ملاحظتك أبرز الملاحظات بشكل عام يعني تقريبا كلها مفاجئة كان منتظر أن مولودية وجهة تنتصر كان مفروض أن المغرب التطواني تتعادل مع الفتح على الأقل كان مفروض أن أولمبيك أسفي يأتي لهزم يعني وديزم لكن حتى الآن رجاء يعني لكن تصرت بهدفين لصفر ليس هدف واحد نعم لتصحيح رقط تحت طنجة لازلت يعني رجاء بن ملا لازلت صامدة أمام التحت طنجة فكل هذه يعني مفاجئات إلى نتائج القسم الوطني الثاني زميلي بمهاود اليوم لمغرب الفاسي وحقيقة فوز معنوي كبير وأيضا فوز يعطيه دفعة معنوية كبيرة أمام حمل الكأس طريق الاتحاد البيضاوي تعليقك على نتائج الدورة الحديثة عشر من القسم الوطني الثاني يعني جعواني يدخل مبارك مسعود يعني بفوز هو متخصص جعواني في عملية الصعود بالنسبة للأندية فعلى ذلك مع قصب التاد معروف جعواني بقراءته لمباراة القسم الوطني الثاني ربما قد يحقيق الصعود مع المغرب الفاسي بالتأكيد أنا إطار وطني كفر وقدر يعني أعمل يعني حتى على مع مجموعة من الأندية قادر على الصعود جباب الحسيمة اللي نهزمت يعني أمام الخميسات تعتبر يعني مفاجأة منسبة لهذه الدورة سيشليح صراحة اللي قائم عك شيق نستمتع بملاحظاتك المدونة في الأجندة السحرية يعني صح التعبير أتمنى أن ألقاك في فرصة قادمة بحول الله شكر موصول لك وشكر أيضا موصول لكل طاقم برنامج العالم والرياضي التقني والصحفي نتمنى لكم بداية أسبوع موافقة إلى هنا ينتهي برنامج العالم والرياضي إلى اللقاء اشتركوا في القناة